شيش لا توضع أمامه فقوط حظ السابع صباحا بتلقيط بيروت أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها مع تنفيذ اعتصام مركزي كبير أمام المجلس النيابي بعد إرجاء لجان النيابية البتة بسلسلة الرتب والرواتب هيئة التنسيق تضع للإضراب العام والشام الأليوم استشهاد ضابط المجندي في الجيش في منطقة القموة في عكار بعد تعرض دورية من اللواء الثاني لإطلاق نارك أحياء حلب مجددا في مرمى براميل الموت وغارات جوية مكثفة على مناطق القلمون صباح الخير البداية أمنية فقد استشهد ضابط المجندي من الجيش اللبناني وجرح جندي آخر في إطلاق نار استادف دورية عسكرية كان في عدادها في بلدة القموة في جرود عكار وفي التفاصيل أن مسلحين يستقلون السيارة من نوى هوندا حمراء اللون أطلقوا نيران أثناء مرور دورية للجيش في جرود القموة مما أدى لوقوع عدد من الإصابات بين أفرادها وجميعهم من عناصر اللواء الثاني في الجيش اللبناني رئيس اتحاد بلديات جرود القطيع عبدالإله زكريا دان باسم فعاليات بلدة فنيذق ما تعرض له الجيش من عمل إرهابي داعيا لكشف المعتدين وتسليمهم كي ينالوا عقابهم وقال إن فنيذق لن تكون بيئة حاضنة لأي عمل معادن للجيش والقوى الأمنية هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوة كبيرة من الجيش باشرت مدهماتها في منطقتين فنيذق والقموعة كما تمت مدهمة منزل المتهم الرئيسي بإطلاق النار على دورية الجيش بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته وقد سطر النائب العام التمييزي القاد سمير حمود سطر استنابات القضايا لاستخبارات الجيش اللبناني وفرع المعلومات لملاحقات مطلقي النار مطلبيا يشل الإضراب العام الذي دعت إليه هيئة التنصيق النقابية اليوم معظم القطاعات وذلك احتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب واستدعوات لتحرك متطوعي الدفاع المدني واعتصام لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وآخر المستأجرين أمام مجلس النواب قيادة الهيئة كانت قد أعلنت عن خطواتها التصعيدية في مؤتمر صحفي عقدته بالأمس ردا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب دعت هيئة التنصيق النقابية الشعب اللبناني إلى المشاركة الكبرى في تنفيذ الإضراب العام والشامل الأربعاء في كافة القطاعات والتظاهر أمام المجلس النيابي بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة هيئة التنصيق النقابية أشارت في مؤتمرها الصحافي إلى أن تحركها يأتي ردا على الاستهتار الذي وجهته اللجان النيابية المشتركة لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب يوم غد الأربعاء الواقع في التاسع من نيسان 2014 مع تنفيذ اعتصام مركزي كبير أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة وعند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإضراب غدا هيكون يوم الزحف حول مجلس النواب لنجبر ليقرروا السلسلة يوم الخميس وأنا هم بدي أطرح شغلي عن رئيس بري يالي نحن كل ما قسينا نظلمين أنه القصة بنده بكرة كل المعلمين وكل الموظفين وكل المتقعدين وكل أهالي الجيش وكل أهالي قوى الأمن نازلين بكرة على ساحة رياض الصلح لا يقولوا للرئيس بري يوم الخميس قررون للحقوق أنا بدي أقول لهم بكرة مطلوب منكم أيها الموظفون الإداريون أن تشاركوا بكثافة من أجل كرامتكم ورفضا للتجزئة ورفضا للتأسيط ورفضا لعدم إقرار مفعول الرجال السلسلة التحركات المطلبية وصلت إلى بعبدة حيث نفذ عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مستديرة الصياد بالقرب من مفرق القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتهم إن أحبوا التظاهر فلنتظهر إن أحبوا المسيرات سنلحقهم إلى بيوتهم إن أحبوا الإضرابات سنضرب ونغلق أبواب الجامعات وندعو جيش لبنان الثاني 75 ألف طالب للنزول معنا إلى الشارع لجنة الأساتذة المتعاقدين دعت إلى الإضراب الأربعاء في الجامعة اللبنانية وقد دعمت هذا الإضراب كل من مجالس الطلاب والدوائر الطلابية السياسية والأساتذة المتفرغين للمقابل رفضت لجان الأهل في المدارس الكاثولوكية إقرار سلسلة وتوجهت بنداء إلى رئيسي مجلس النواب والوزراء لتجنيب لبنان ومؤسساته وأهالي الطلاب كارثة معاشية واقتصادية محتمة وإذ أن المراجعات والدراسات والاجتماعات والدعوات الهادئة لم تعد تجني لفعا ولأن إقرار السلسلة بالشكل المطروح سيؤدي حتما إلى إغلاق أبواب العديد من المدارس الخاصة وبالتالي انحدار مستوى التعليم وصرف العديد من المعلمين قررنا التحرك بدءا من هذا المؤتمر الصحفي متخذين شعارا لتحركنا لا لإغفال المدارس الخاصة اليوم عن مصرح كلنا سوى لا لإغفال المدارس الخاصة لا لإغفال المدارس الخاصة بالإدرابات فممنوع اتخاذ مستقبل أبنائنا رهينة في أي هيئة مهما على شأنها وليس فقط أي هيئة التنسيق النقابية وكانت اللجان المشتركة قد أرجعت البتة بسلسلة الرتب والرواتب إلى اجتماع لاحق التقرير لماذا ظهر أقل من ثلاث ساعات خرج خلالها النواب مرات عديدة لوضع السحفيين في أجواء جلسة اللجان كان واضحا أن الدخان الأبيض لن يتصاعد من خلال وصف النقاش في السلسلة بطبخة البحث حينا أو الجدل حول جنس الملائكة حينا آخر وهو ما عكسه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أكدت اللجنة في جلساتها على أحقية المطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وبعد أن أقرت العديد من المواد المتعلقة بالإرادات وتوقفت عند بعضها ونتيجة الاقتلاف في وجهات النظر من قبل العديد من السادة النواب هذه الجلسات مستمرة حتى الوصول إلى نتيجة بإجلال التقدم ملموس في عدد من البنود إلا أن البند الأول والمتعلق بالتيفي آ فقد علق البحث به نظرا للخلاف في وجهات النظر حوله بين رفع التيفي آ بنسبة 12 إلى 13% على كل شيء أو رفعها بنسبة 15% على الكماليات مع توسيع مروحية هذه الكماليات الحل الأفضل والمنطقي أكتر هو تخفيف الهدر بالكهرباء وتخفيف الهدر بالجمالك لا يستبعد عدد من النواب أن يحال موضوع التيفي آ إلى الرئيس نبيهبر لاتخاذ قرار بشأنه في الهيئة العامة أو تشكيل لجنة نيابية وزارية لبحث منف السلسلة لكن الأكيد أن مشاورات خارج أي إطار رسمي ستستمر علها تشترح الحلول أعرب الرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أناب وليد جملاط عن استغرابه لعدم مقاربة النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب ما كامل الهدر الأساسية وفي طليعتها الجمارك وتحديدا في المرفأ والمطار وقال جملاط في موقفه الأسبوعي إنه يتبين من مقارنة سريعة بين أرقام عمي 2009 و2014 التفاوت الرهيب والمريب المحقق في الواردات على الرغم من تضاعف الحركة والاستراد عبر المرفأ والمطار من تداعيات إقرار قانون الإجارات في الجلسة التشريعية الماضية اعتصامات للمستأجرين والمالكيين على حد سواء شارع الحمراء كان على موعد مع حجد من المستأجرين القدامى احتجاجا على إقرار قانون الإجارات المعتصمون رفعوا لافتات طالبت بالعودة عن هذا القانون الذي يعتبرونه مجحفا في المقابل اعتصم عدد من المالكين القدامى في ساحة رياض الصلح رفعين اللفتات الداعية إلى عدم التراجع عن القانون على وقع التهديد اجوا اشتغلوا 22 سنة و45 اجتماع للجنة الإدارة والعدل ممثلين كل التيارات السياسية بمجلس النواب عالتونا هالعنون وصوتوا عليه بالأكترية الصحة بس نيبان ما صوتوا عليه نيبان بس طب هادي النواب ماشيه هاو ما بيفهموا 22 سنة عم يدرسوا مع الخصائيين هعطانا الحد الأدنى المالكون القدامى دعوا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى الإسراع بتوقيع قانون الإجارات أكد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن الجيش يحظى بالدعم وينفذ القرار السياسي للدولة وغير منحازن إلى جهات سياسية أو طائفية وكذلك الأمر بالنسبة لباقي القوى الأمنية وبشأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب أبدى سليمان خلال جلسة مجلس الوزراء التي العقدت في القصر الجمهوري أبدأ أمله في إحقاق التوازن بين الإنفاق والتقديمات والإرادات لفت فخامته إلى أن التعينات التي أقرها مجلس الوزراء تركت ارتياحا كبيرا وأعطت أملا لدى المؤسسات ولدى الناس أيضا خصوصا أنها تمت وفق الآلية وجاءت ردود فعل إيجابية كثيرة من الموظفين والمواطنين تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء فأشار إلى أن الارتياح الذي تركه تنفيذ الخطة الأمنية وإجراء التعيينات الأخيرة قد شجع بعض الفئات أن تتقدم بمطالبها للحكومة وهي محل اهتمام من قبل الحكومة رأى رئيس مجلس النواب نبه بر أن هناك فرصة ثمينة أمام اللبنانيين لانتخاب رئيسهم وفق مواصفات الصناعة الوطنية إلا إذا كانوا يريدون هذه المرة أيضا استجرار الوسطات والتدخلات من الخارج كما اعتادوا عموما وأشار بر في أحاديث صحفية إلى أنه قرر دعوة العقد جلسة الانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية شهر نيسان الحالي لافتان إلى أن تسعين بالمئة من الكتل النيابية توافقت على الموعد المقترح مبدئا ثقته في أن النصاب الثلاثين للجلسة سيتأمن مرجحا عدم فوز أي مرشح في الدورة الأولى أكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري على الانتخابات الرئاسية اللبنانية هي شأن لبناني ويجب أن يكون الحراك السياسي لاختيار الرئيس المقبل لبنانيا بحثا صنعا في لبنان وشدد عسيري في حديث لصحيفة المستقبل على هامشي أسبوع لبنان في المملكة شدد على أن عودة الخالجيين وخصوصا السعوديين إلى لبنان تعتمد بشكل أساسي على مدى نجاح الخطة الأمنية التي تنفذها الحكومة اللبنانية آملا أن تنجح لتحقيق الاستقرار في لبنان في النشرة بعض الفاصل قانون الدفاع المدني إلى مجلس النواب لإقراره أهلا بكم من جديد بعد أيام على انطلاق الخطة الأمنية في عاصمة الشمال احتج بالأمس عدد من الشبان على عمليات الدهم التي يقوم بها الجيش اللبناني وعمدوا إلى قطع تسراد البداوي وطريق الدباغة وصولا إلى سوق القمح لبعض الوقت ولدى وصول الشيخ داعي الإسلام الشهال إلى مكان تجمع المتظاهرين في الحارة البرانية صادرت القوى الأمنية سيارتين تابعتين لموكبه مما أثار حالة من الاحتجاج عبر عنها الشهال في مؤتمر صحفي غلق فيه على الخطة الأمنية بعد ذلك عاد الوضع إلى طبيعته في المدينة وتشهد مختلف الشوارع حركة سير عادية عاد الهدوء إلى مخيم الميومي بعد اشتباكات أخيرة وسط تأكيد الفصائل الفلسطينية على استقرار المخيمات وأمنها بحذر شديد عاد الهدوء إلى مخيم الميومي بعد الأحداث الأمنية التي سقط خلالها تسعة قتلة وأكثر من عشة جرحة فيما أقفلت مدارس المخيم ومعظم مؤسساته التجارية وبهدف نزع فتيل التوتر والعمل على جلاء ملابسات ما جرى تكثفت الاجتماعات على صعيد مختلف القوى والفصائل الفلسطينية عاد الهدوء إلى المخيم ولم بفضل طبعا جهود قيادة حركة الفتح والقوى الوطنية والإسلامية في داخل المخيم والفصائل منظمة التحرير والوضع هادئ ومستقر والحياة طبيعية في داخل المخيم وهذا ما كل شيء في داخل المخيم الميومي وفي السفارة الفلسطينية عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا استنكرت فيه الاشتباك المسلح في الميومي وأكدت الحرصة على استقرار وأمن المخيمات ندين ونستنكر الأحداث المؤسفة التي حصلت أمس في مخيم الميومية والتي أضرت بأمن المخيم واستقراره نؤكد حرصنا على المحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية وجوارها وعدم السماح لأي جهة بالعبث بأمن المخيمات وخصوصا ما جرأ أخيرا في مخيم الميومية بدوره بحث مجلس الأمن الفرعي في الجنوب مستجدات الوضع الأمني في مخيم الميومية حيث تابع الاتصالات واللقاءات الجارية لمعالجة تداعيته وأكد المجتمعون ضرورة استكمال الخطة الأمنية التي بدأ تنفيذها على صعيد مدينة صيد والجوار أبدأ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تخوفه من إقضام أحد الراغبين بالوصول إلى الكرسي الرئاسي إلى عدم تأمين النصاب خلال الجلسات إلا في حال ضمن وصوله إليها إذا ما وصلت إلى صدة الرئاسة سأكون بالطبع رئيسا لكل اللبنانيين ولكن بنظرة الرابع عشر من أذار الموقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمام وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب الياسعون جعجع استبعد إمكانية اتفاق زعماء الموارد على رئيس موحد على خلفية أن كل مرشح ينتمي إما إلى مشروع 8 أذار أم إلى مشروع 14 أذار وانطلاقا من هنا لم يكن بالإمكان اختيار مرشح موحد فالانتخابات عن انتخابات وليس توافق وهذه هي الديمقراطية فليترشح من يرغب والذي يفوز نهنئه جميعا جعجع أكد أن الاتصالات متواصلة بين مكونات الرابع عشر من أذار التي من حقها إجراء حساباتها ففي النهاية علينا التوافق على مرشح واحد في مواجهة المرشح الذي سيختاره فريق الثامن من أذار وردا على سؤال قال جعجع أن حاليا مرشح حزب القوات اللبنانية وأطمح في الأيام المقبلة أن أكون مرشح كوى 14 من أذار وأطمح في الأسبوع المقبلة أن أكون مرشح كل اللبنانيين واستبعد رئيس حزب القوات التمديد للرئيس ميشيل السيمان ولسيما أن غالبية الكتل النيابية حزمت أمرها في هذا الاتجاه عاد عن أن التمديد يحتاج لثلتي المجلس وهو أمر في غاية الصعوبة في وزارة الداخلية اجتماع حول أوضاع الدفاع المدني خالص إلى الإعلان عن إحالة القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره خلال الجلسة التشرعية من وزارة الداخلية والبلديات بشر النائب هدي حبيش بإقرار القانون المقدم من مديرية الدفاع المدني في جلسة مجلس النواب غدا مع بعض التعديلات البسيطة كلام حبيش جاء بعد اجتماع عقده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار خصصا للبحث في درس التعديلات على اقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني تم الانتفاق على السير بالقانون تقريبا كما هو وارد من لجنة الدفاع الوطني والبلديات مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة من بشر الدفاع المدني متطوعين واجراء ومتعاقدين وموظفين بان هذا القانون سيقر غدا وبالتزام كان متطوع الدفاع المدني في عكار قد اقاموا اعتصاما في منطقة القبيات في اطار التحركات التي تشهدها كافة المناطق اللبنانية من اجل اقرار قانون تثبيتهم بدي اطلب طلب من السياسيين يلي مليئين ان احنا يعني يلي معارضين المشروع بس بدي منهم شغلة يعملوا معروف يجووا معنا مرة وحدة على تنفيذ مهمة ان كانت بالحريق بس يتفرجوا علينا او لما بتكون فايدة الدنيا طايفة الدنيا بالماء ولا بيفتح الطريق بالتلج اشارة الى ان عناصر ومتطوعي الدفاع المدني سيشاركون في التحرك الذي سيتم الاربعاء امام مجلس النواب النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل عراكم بالايدي تحت قبة البرلمان الاوكراني اهلا بكم من جديد شنت كتاب الاسد قصفا عشوائيا بالبرميل المتفجرة طال احياء في رفاي دمشق وحلب وفي درعة وذلك بالتزام المعارات الجوية مكثفة على مناطق في القلمون جاء ذلك فيما اعلان ناشطون سوريون ان فصائل المعارضة تتقدم على جفة ريف حماوة تقصف معاقلة تابعة للنظام السوري لم يعد السوريون يحصون مآسيهم بعد القتل والموت الذي ينتظرهم يوميا وعند كل مفترق فقد سقط العشرات بين قتيل وجريح بعد ان شن الطيران الحربي سلسلة غارات على الاحياء السكنية في حلب فيما اكد ناشطون ان الثوار بدأوا بالتضييق على اكاديمية الاسد العسكرية وهي اكبر معاقل قوات النظام في المدينة وسط تجدد المعارك في حي الراشدين حيث استهدف الجيش الحر مطار النايرب العسكري في المقابل دكت مدفعية النظام دفاعات تابعة للجيش الحر في رانكوس التي تعرضت كذلك لغارات جوية طالت ايضا مرسط سيدنايا في القلمون حي جوبر في العاصمة دمشق تعرض بدوره لقصف عنيف بالتزامن مع تعرض مناطق في ريف دمشق لغارات شنتها الطائرات والمروحيات الحربية القصف المدفعي طال ايضا الزبداني بريف العاصمة حيث اندلعت معارك بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة اما محافظة درعا فشهدت بدورها قصفا بالبراميل المتفجرة فيما دارت مواجهات عنيفة عند معسكر الخزانات وبقية حواجز قوات النظام في محيط مدينة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي مع انطلاق المفاوضات النووية بين طهرانا ومجموعة الدول الست الكبرى بهدف التوصل الى اتفاق شامل حول ملف ايران النووي اكد وزير الخارجية الامريكية جون كري امام جلسة لمجلس الشيوخ ان الفترة التي تحتاجها ايران لتطوير القدرة على صناع اسلحة النووية هو شهران واضاف نعمل استناد الى فكرة هذه الفترة الزمنية المعروفة للعامة يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والمخصص لبحث التطورات الاخيرة لعمليات السلام المتعثرة بالتزامن بحث الرئيس الامريكي باراك اوباما مستقبل عمليات السلام مع وزير خارجيات جون كري الذي اكد ان بلاده ستواصل مساعيها لانجاح السلام في الشرق الاوسط اعلن وزير الخارجية الروسية سرغيال افروف عن استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات متعددة الاطراف لتسوية الازمة الاوكرانية في ظل تحذير روسيا لسلطات كييف من اندلاع حرب اهلية وعلى خلفية الازمة المتصاعدة شهد البلمان الاوكراني عراكا بالايدي بين نواب الشيوعيين واخرين قوميين متشددين تبادل خلال ونقو 15 نائزا اللكمات فجر مصدر موثوق بالاستخبارات الروسية مفاجأة مدوية حين كشف ان الطائرات الماليزية المفقودة موجودة بالقرب من مدينة قندهار الافغانية بعدما خطفت واجبر قائده على تغيير مسارها واكد المصدر نفسه ان جميع ركاب الطائرة احياء لكنهم في حال سيئة جدا وانه تم تقسيمهم الى مجموعات من سبعة اشخاص نبقى مع اخبار الطيران فقد اضطرت طائرة تابعة لاحدى الشركات الجوية البريطانية في مطار هيثرو الى الهبوط بعد ان تسببت 390 بقرة كانت على متنها بارتفاع كبير ومفاجئ في درجة الحرارة مما ادى الى تشغيل دائرة الانذار من الحرائق وفي الختام هذا تكتير بالعنوية مع تنفيذ اعتصام مركزي كبير امام المجلس النيابي بعد ارجاء اللجان النيابية البتة بسلسلة الرتب والرواتب هيئة التنصيق تدعو للاضراب العام والشامل اليوم استشهاد ضابط الوجندي في الجيش في منطقة القموع في عكار بعد تعرض دورية من اللواء الثاني لاطلاق نار احياء حلب مجددا في مرمى براميل الموت وغارات جوية مكثفة على مناطق القلمون نتام الصباحية لهذا اليوم شكرا لكم على حس المتابعة وإلى اللقاء جيش لا توضع أمامه ضدوط الحق اشتركوا في القناة